السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفتوير بالعربي هذا الفيديو سيكون الحل الذي يبحث عنه جميع المستخدمين الذين وقعوا في مشكلة فقدان ملفاتهم سواء عن طريق الحذف بالخطأ أو أنهم كانوا مضطرين لعمل فورمات للجهاز أو العديد من الأسباب التي أدت إلى فقدانهم لصورهم أو فيديوهاتهم بل ملفاتهم بشتى أنواعها لكن في هذا الفيديو سأريكم أقوى وأفضل برنامج لاستعادة الملفات بجميع أنواعها صور فيديوهات دوكيمنت ملفات وورد وإكسل ملفات صوتية يعني باختصار جميع أنواع الملفات وليس هذا فقط بل يمكنك استعادتها من كل أنواع الأجهزة تقريبا سواء كانت الملفات المفقودة في الهارد ديسك أو اليو اس بي أو بطاقة الداكرة اجهزة الكاميرا والعديد من الأجهزة بالإضافة إلى ذلك البرنامج يشتغل على ويندوز 11 ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز 7 يعني جميع نسخ الويندوز هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج فورديغ داتا ريكوفري من شركة تينورشير رابط الموقع تركته لكم في صندوق الوصفة الآن سننتقل إلى البرنامج ونرى كيف يعمل وقدرته الهائلة على استرجاع الملفات وبعدها سنرى طريقة التحميل والتثبيت والتي تتضمن مراحلة مهمة جدا يعني أثناء التثبيت بالإضافة إلى أن الشركة حاليا تقدم عروض ممتازة بل خرافية بمناسبة الكريستماس كما ترون هناك العديد من المزايا الخاصة بهذا العرض الذي يظهر أمامكم سنتحدث عن ذلك بالتفصيل بعد تجربة البرنامج الآن سأقوم بفتح البرنامج أمامكم بهذا الشكل كما ترون واجهة البرنامج السهلة وبسيطة جدا جدا لكل المستخدمين هنا لدينا جميع البرتيشنات الخاصة بالجهاز لدينا البرتيشن سي برتيشن دي لدينا سلة المهملات لدينا حتى Advanced Repair يعني يقوم بإصلاح الملفات التالية كالفيديوهات والصور لكن موضوعنا اليوم سيكون عن استعادة الملفات يعني المحذوفة مثلا سأدخل على الـ USB الخاص بي كما ترون الـ USB فارغ قمت بعمل فورمات للـ USB فلم يبقى شيء الملفات جميعها حذفت الآن سأحاول يعني استعادة الملفات التي حذفتها يعني استعادة الملفات بعد الفورمات كما ترون الـ USB فارغ تماما الآن سنختار هنا الـ USB ونقوم بعمل Start فسيبدأ بعمل Scaning للملفات التي حذفت وننتظر بعد الوقت إلى حين أن ينتهي استكشاف الملفات كما ترون أوشكاء Scan على الانتهاء وها هي ظهرت لنا هذه النافذة التوضيحية سنقوم بالضغط على هذا الخيار والآن ها هي الملفات التي تم العثور عليها لذين Existing Files, Deleted Files, Lost Location, Raw Files وTock Files الآن يمكننا استرجاع ما نريده مثلا في Deleted Files سنقوم بالدخول ها هي الملفات التي قمنا بحذفها مثلا هذا ملف الـ BIOS الخاص باللوحة الأم قمت بحذفها الآن يمكنني استرجاعه سأقوم بالتعليم عليه بهذا الشكل مثلا في الـ Raw Files سنجد ملفات الـ MP4 والـ MP3 يعني الفيديوهات مثلا ها هي الفيديوهات المفقودة ومن ثم التعليم عليه مثلا لاسترجاعه بهذا الشكل وأنصحكم بعدم التعليم على كل هذه الملفات حتى لا يقوم البرنامج باسترجاع كل الملفات المفقودة فقط قموا بالتعليم على الملفات التي تحتاجونها حتى لا يكون الحجم كبير بطبيعة الحال مثلا استرجعت ملفين ملف فيديو وملف الـ BIOS التي تحدثت عنها الآن ما علينا فعله سنقوم بعمل Recover بهذا الشكل Please select a path of save recover files الآن سنقوم باختيار المكان الذي سيتم استرجاع فيه الملفات سنذهب مرة ثانية على الـ USB لنتأكد أنه ما زال فارغ بهذا الشكل كما ترون الـ USB فارغ والآن سنقوم بالضغط أو سنقوم باختيار الـ USB حتى يقوم باسترجاع الملفات على الـ USB Recover سنقوم بعمل Recover الآن بهذا الشكل كما ترون بدأت تظهر الملفات هنا على الـ USB ها هو ملف جديد اسمه 4dig سنقوم بالدخول عليها مرة ثانية وهنا سنجد الملفات التي استرجعناها ها هي ملفات الـ Raw Files التي تحتوي على ملفات الفيديو كما ترون سنقوم بالعودة الآن ها هي ملفات الـ Delete Files وسنجد ملف الـ BIOS الذي قمت بحذفه كما ترون والشيء المميز أيضا سيعود الملف بنفس الحجم الذي كان به كما رأيتم 16 ميجا هنا سنرى حجم الملف الأصلي Delete Files كما ترون 16 ميجا بايت يعني إذا قمت باسترجاع صورة يعني بدقة 4K ستحصل عليها بنفس الجودة وبنفس الحجم مثلا سنعود إلى الـ Home بهذا الشكل وسنقوم باسترجاع يعني ملفات من مكان آخر مثلا لدينا هنا ملف PDF بهذا الاسم كما ترون باللغة الفرنسية Alimentation Stabilisie سنقوم بعمل حذف لهذا الملف وسنحاول استرجاعه عن طريق البرنامج كما ترون سلة المهمالات فارغة تماما سنقوم باسترجاع الملف أو ملف PDF الذي قمنا بحذفه الآن سنقوم باختيار Recycle Bin وسنقوم بعمل Start وننتظر مرة ثانية حتى ينتهي السكان الخاص بالملفات انتهت العملية بل قمت بإيقاف السكان لأنني لا أحتاج ملفات قديمة وقديمة جدا بل ملف PDF الذي نحتاجه قمت بحذفه قبل لحظات قليلة الآن ها هي الملفات المسترجعة سندخل على Document بهذا الشكل ونختار PDF كما ترون ها هو الملف الذي تحدثنا عنه Alimentation Stabilisie سنقوم بالتعليم عليه بهذا الشكل ونقوم بعمل Recover ثم سنختار المكان الذي سنسترجع فيه الملف مثلا سنختار Desktop ليتوم استرجاعه على سطح المكتب سنقوم بعمل Recover بهذا الشكل كما ترون ها هو ظهر لنا ملف جديد على سطح المكتب سنقوم بالدخول إليها بهذا الشكل Document PDF وهو ملف Alimentation Stabilisie كما رأيتم البرنامج نجح في استرجاع الملفات المفقودة من USB ومن سلة المهملات بصراحة كرأي شخصي هذا هو أفضل برنامج استرجاع ملفات جربته في حياتي جربت برامج أخرى سابقا لاسترجاع الملفات لكن عيبها أنها لا تسترجع الملفات الأصلية مثلا ضعت منك صور فسيسترجعها بدقة رديئة جدا أو أنه ليسترجعها حتى لكن هذا البرنامج فاجأني يقوم باسترجاع جميع الملفات مهما كانت مدة الحدفة بالإضافة إلى أنها تكون أصلية يعني بنفس الحجم ونفس الدقة إذا كانت صورة أو فيديو والآن سننتقل إلى طريقة تثبيت البرنامج من أجل تثبيت البرنامج سنعود إلى الموقع الرسمي وكما ترون البرنامج متوفر على Windows وحتى على Mac البرنامج يتضمن نسختين نسخة مدفوعة ونسخة مجانية مثلا لتحميل النسخة المجانية سنضغط على For Windows بهذا الشكل وهنا سنضغط على Free Download حجم البرنامج لا يتعدى 2 ميجا فقط وسنقوم بعمل تحميل بعد انتهاء التحميل سيظهر البرنامج بهذا الشكل سنقوم بالضغط عليها وهنا قبل أن نقوم بعمل Install سنضغط على Install Settings بهذا الشكل وهذه هي النقطة المهمة التي ذكرتها في بداية الفيديو وهنا ينبغي تثبيت البرنامج على Partition غير الPartition التي تمت خسارة الملفات منها مثلا المشكل هو في Partition C يعني أنك خسرت ملفات منه Partition C فلا ينبغي عليك تثبيت البرنامج في نفس الPartition بل تثبيته في مثلا Partition D الآن سنقوم بعمل Install وسننتظر تحميل بعض الملفات من الانترنت كما ترون الآن سنقوم بعمل Start كما ترون هاو البرنامج فتحه أمامنا بوجهاته البسيطة وهنا يكمن الاختلاف فالنسخة المجانية تختلف كثيرا عن النسخة المدفوعة مثلا سأقوم بعمل Scan على USB سأقوم بعمل Start وهنا سأقوم بعمل Scan كامل للملفات مثل النسخة المدفوعة وسيعطيني جميع الملفات الناقصة أو المحذوفة أو التي أبحث عنها ولكن في الأخير عند عمل Recover أو محاولة استرجاع هذه الملفات فليمكنك عمل ذلك بالنسخة المجانية بل ينبغي عليك اشتراء النسخة المدفوعة الغرض من هذه النسخة المجانية هو أن تتأكد من أن البرنامج صادق وأنه بالفعل عثر على ملفاتك بعدها يمكنك اشتراء البرنامج بقناعة بدون أن تضيع أموالك كما يحصل بخصوص البعض مع العديد من البرامج الزائفة فبعد أن جربت النسخة التجريبية وثم العثور على ملفاتك التاليفة يمكنك الذهاب إلى الأعلى والضغط على For Windows مثلا تريد شراء للويندوز ونستقم بالضغط على هذه الشراء بهذا الشكل وكما ترون حاليا البرنامج عليه تخفيضات الكريستمس تصل إلى 50% كما ترون اشتراك العام 99 دولار أصبح ب55 دولار وانسعكم شخصيا باشتراك هذه النسخة يعني مدى الحياة فقط ب59 دولار فانسعكم بشدة بشراء البرنامج قبل نهاية شهر ديسمبر للاستفادة من هذا التخفيض الممتاز الخاص بالكريستمس بل يمكنكم الحصول على تخفيض آخر يصل إلى 30% فقط قموا بإدخال هذا الكود الذي يظهر أمامكم في الشاشة الآن وستحصلون على تخفيض بقيمة 30% يعني بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا ملفات مهمة جدا جدا يعني سواء سور تذكارية تهمهم لدرجة كبيرة أو يعني ملفات عمل أو شيء كهذا فهذا لا يمنعك يعني من دفع مبلغ معقول خاصة اغتنام فرصة التخفيضات والحصول على هذا البرنامج وصلنا لنهاية الفيديو إذا أشبك الشرح لا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو واشترك في القناة إذا كنت غير مشترك ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله